17 مارس هو الذكرى الثانية لرحيل البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطرياركا الكنيزة المرقصية ويمكن بابا شنودة أعتقد أن كل من عصره سواء من الجيل اللي قبلنا أو اللحق آخر سنوات في عهده أعتقد أننا كنا مجمعين وسيظل التاريخ يجمع على أهمية هذه الشخصية لأنه لم يكن شخصية مجرد بابا المفروض أن الناس تحبه لطبيعة مركزه لا الموضوع كان مختلف وهو كان شخصية فعلا مختلفة جدا شخصية على مستوى الإنساني شهد لها بالكثير والكثير على مستوى العلمي شخص متفتح شخص له الكثير من المواقف التي أثبتت على مدار السنين أنه كان مساهم بشكل كبير لا مش هنقول وقدم على أقل التعامل بذكاء ومنطقية وبعقلانية مع أزمات كثيرة مرت على الوطن خصوصا في 40 سنة من السنوات الفارقة في تاريخ مصر نهاردة نحن نتكلم عنه وأيضا نتكلم عن بشائر لحل مشكلة الزواج الثاني عند الأقباط نحن نتكلم بشكل معاصر أول نرجع للماضي شوية برحب الأستاذ الكاتب أبو فاكل كمان زاخر برحب بيك يا فاديم سباحا أعتقد زي مقالنا تاني أن البابا شنودة مش محتاج يمكن كلام لكن محتاج تحليل لماذا هو كان شخصية غير عادية شوف هو في البداية هو عاصر العمل في الكنيسة بصفته مسؤول على مدى نص القرن 40 سنة بطريارك و10 سنين أسقف تعليم فأنت بتكلم على جزء لا يستهان به من التاريخ الذي شهد تحولات غير عادية على مستوى العالم سواء كان السياسي أو التكنولوجي أو الإنساني هو بدأ مع بشاير منتجات الصورة الصناعية كل ما أنتجته بقى من اختلالات ومن ارتباكات بين الطبقات وبعضها ظهور طبقة العمال ظهور طبقة الرأسمالية إلى آخر هذه التأثمات دي في بدايات خدمته اللي هي كانت في أوائل الستيناتين وستين ودي سنين التحول في كل العالم حتى في عالمنا ربما كان أكثر تحولا بعد صورة اتنين وخمسين وتصدير الصورة لكل المنطقة العربية والأفريقية وكذا ثم عاصر بدايات الصورة التكنولوجية ثم سلم رحل عن عالمنا ونحن نبدأ في صورة ثالثة وهي صورة المعلومات كل واحدة من دول كانت وراها متغيرات عديدة هو استطاع أن يتعامل مع هذه المتغيرات دون أن يغير مبادئه وبالتالي كان الحمل عليه تقيل خاصة لأن مصر في مرحلة مجيءه كبابا بطريارك تلاحظ أن فيه في مصر حصل حاجة بفنتها الغربة ويدي بتشوفها مصر باستمرار بشكل لابد أن ندرس هذه الظاهرة ونشوف لابد أن يكون هناك يد الله في هذا العمل تحديدا عبد الناصر يجي مع البابا كرولوس السادس بكل زخم هذه المرحلة بكل قومية هذه المرحلة بكل أبوية هذه المرحلة يرحل عبد الناصر يأتي السادات ويرحل بابا كرولوس ويأتي البابا شنوداء متزامنين يعني ما فيش بينهم وبعض الشعور يعني يكاد الفرق لا يسكر ثم يرحل البابا شنوداء ويرحل معه النظام ممتد طويلا مع مبارك وبدأ نظام جديد لكن لم يلحقه ولم يتعامل معه بشكل مؤثر فيأتي المرحلة انتقالية ويأتي البابا كرولوس طيب السؤال بقى هل فكرة استمرارية البابا على كرسي الباباوية أكتر من 40 سنة وده كانت فترة طويلة جدا وده بيعدنا بقى لما يحدث حاليا وموضوع انتخاب البابا وشروط انتخاب البابا وتعديل لائحة انتخاب البابا هل من ضمن دوت فكرة الاستمرارية يعني 40 سنة اتفقنا اختلفنا ان شخص البابا شنوداء كان شخص اعتقد ان كانت تجربة يمكن مختلفة شوية بس هل هل دي لحيقاص عليها بعد كده او ما قبلها فكرة استمرارية البابا الا اخر سنوات عمره ولا ممكن ده يعدل بعد كده شوف هذا يتوقف على قراءتنا للموقع وللكرسي وللمركز قبل قراءتنا للشخص هل هذا المركز هو الموقع السياسي ام روحي اذا كان سياسي يبقى نحط له ضوابط ونغيره كل 10 سنين كل 15 سنة الى اخر لكن اذا كان موقعا روحيا يبقى احنا بنبصله من منطلق مصري شرقي ابوي الذي يجلس على هذا الكرسي هو اب لكل اللقباط لكل المسحيين ويستطيع ان يمد مظلة الابوة زي ما عمل البابا شنوداء الى كل المصريين حتى انه لعلك تذكر في قراءاتك حول هذه الشخصية انه هو البابا لبما الاول الذي يطلق عليه لقب بابا العرب وهو البابا الذي استطاع ان يفتح قنوات مع كثير من المؤسسات سواء في داخل الاطار المسيحي او في داخل الاطار المصري واستطاع ان يكون حائط صد ضد تفكيك الوطن او تجنيد الكنيسة لأعمال سياسية وربما كان قراره الاشهر والذي اختلف حوله قرار منع زيارة القدس حتى لو كانت الاسباب روحية وده كان محل الاختلاف لكن هذا يعطي اشارة الى ان هذا الرجل كان يرى مصر في كل قراراته وبالتالي الابوة عندما تتكلم عن الابوة انا ما تصورش ان ابويا يعني انا كنت اتمنى وانا في هذا العمر ان ابويا يكون مستمر معايا لان العلاقات الحميمية داخل الاسر المصرية لا نستطيع ان نكسرها بس بنرجع تاني لمنطق او لفكرة انه 40 عاما يمكن دي اللي كانت برضو لو هرتكلم على المستوى السياسي او حتى المستوى الروحي وفي الحالتين بريتكلم عن فكرة القدرة على التحمل لكل هذه السنوات يعني البابا فضل يمارس عمله بشكل كبير فضل زيارته مستمرة كلمته وخطبته مستمرة كل كلمة لكن ده كان بيؤثر علي السؤال نرجع نقول تاني هان متعقع ان نشوف البابا كيرولوس بيقعد هذه الفترة بابا تاردروس توسط بابا تاردروس انا اشوف هقولك هو عشان كده احنا ربما انتبهنا الى ان المتغيرات التي تقتحمنا تفرض نفسها على المشهد العلاقات حتى في البيت لم يقعد علاقتي انا بولادي زي علاقة ابويا بيا يعني احنا كنا بنعيش مع الاباء اللي هما من جيل سيس سيد لما انا بكلمك على 65 سنة فاتت يعني لكن الان لم يعد لسيس سيد مكان عشان كده ولعلك تلاحظ ان البابا تاردروس بدأ في اعادة هيكلة المنظومة الادارية في الكنيسة وده معناها ايه معناها ان ينتقل من الفرد الى المؤسسة عندما ننتقل من الفرد الى المؤسسة على طول ما يبقاش الفرد هو المحور الاساسي اللي بتتمحور حواليه كل القرارات انما هو يعبر بالضبط وعشان كده انا بقولك في حاجة غريبة في مصر انه كما في الارض كذلك في السماء او بالعكس كما في السماء اذا اعتبرنا ان الكنيسة هي السماء يكون في الارض اذا اعتبرنا ان السياسة هي الارض يعني احتمال كل الاحتمالات وردة في مستقبل الكنيسة لكن فيما عادة فكرة وضع حد معين لان ده مرتبط بالثقاف السائد ومرتبط بتطور المجتمع نفسه ومرتبط بتطور المفاهيم والمصطلعات وضبطها لكنه متبط برضو بما يحدث داخل الكنيسة ما حدش حينسى الازمة الكبرى التي تعرض لها البابا شنودة هو تعرض لكتير بس تعرض لازمة احنا يمكن عصرناها في اخر سنوات عمره الانشقاق والمطالبة بعزل البابا من كرسي وهذا الانشقاق ده كان محل خلاف كبير جدا وكان اول مستند واول شيء استند عليه هؤلاء المنشقون او الداعيين ان هو يترك هذا الكرسي هو فكرة تقاضمه في السن وبالتالي عدم وضوح او عدم تناسب قراراته مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية عشان كده احنا كطيار علماني في الكنيسة طالبنا بامرين لان فكرة الانشقاق ده فكرة مستبعدة تماما وغير ووقعية وليس لها عوامل نجاح يعني احنا نتكلم بموضوعية وبمنطق لا مش هتحصل ولا حصلت اصلا لان دي كانت مجرد احتجاجات لان اختبار الابوة كان متراجع عند هؤلاء الذين طالبوا بهذا لان انا مقدرش في يوم من الايام اجا اقول لابويا انت كنت بتبس جلبية وانا بتبس بدلة انت كنت وصلت لغاية توجيهية مثلا ولا ابتدائية ولا عددية ولا ما تعلمتش وانا وصلت الى الماجستير والبكالوليوس والدكتوراه كل حسب مستوى فمن تنفعش تبقى ابويا وبالتالي عليك ان تقرأ ما يحدث في الكنيسة في اطار الكنيسة لا تستخدم ادوات من خارج الكنيسة سواء كانت سياسية او غيرها لتحلل ما يقع داخل الكنيسة يمكن ده بينبه لان لدينا منظومتين ربما او اكثر لكن خلينا اتكلم في المنظومتين يحتاجان معا الى اعادة هيكلة واعادة قراءة واظن ان دي اول اهتمامات قدست البابا ودروس فيهم منظومة الرهبانة لانها دي اللي بتخرج لنا الاسقفة والمطارنة والبابا الباتريارك ثم منظومة التعليم في الاكليريكيات وده اللي بتخرج لنا بقية الخدام في الكنيسة اذا ضبطت التعليم ومنظومة التعليم تستطيع ان تأخذ منتج يتفق مع اهداف هذه المؤسسة ايه اهم ملامح التعديل في الاحد انتخاب البابا والاجتمع بسببها مئة اسقف في دار الانبا شوف اولا هذا التعديل كان مطلب لكل الكنيسة بما فيهم البابا شنودة نفسه لكن البابا شنودة بصراحة وبروح الابوة برضو قال ايه قال انا مش قادر اعدل لقل اتهم خاصة في هياج اللي حديك اشارت ايه اتهم ان انا اوجه الليحة الجديدة باتجاه لصالح شخص او اشخاص بعينهم فانا مش عاوز اشئل الوزر هذا التعديل حتى لو اتهم هذا الاتهام وهذا الكلام كان ممكن يراجع فيه لكن دي كانت قناعته الحاجة التانية انه مجرد ما حصل فتح باب الترشح لموقع البابا بعد رحيل البابا شنودة اعلن القائم مقام وده اللي بيحل محل البترك حتى يأتي بترك جديد اللي هو الانبا بخوميوس وده حسب تعبير كثيرين من المتابعين للملف الابطي البابا غير المتوج لانه حقيقة خلال الشهور القليلة اللي قادر يضبط دفة الكنيسة وتسير في المصاري الصحيح رغم كل المخاوف والمخاطر اللي كانت بتحيق بهذا الكرسي بعد رحيل البابا وخاصة بهذا الوضع الكاريزمي وهذا الوضع القيادي اللي كان فيه البابا شنودة الذي يعترف به هذا السؤال الذي كان حديث العالي أنه لابد أنه ليصلوا للتصفيات النهائية يوقعوا على تعهد بأنهم في خلال سنة من توليهم الكرسي أيام من كانوا يقوموا بتعديل هذا ما حدث وبالتالي التعديل لم يكن مفاجئا لكن كان مطلب بأنه أنت بتتكلم على لايحة حطت سنة 57 وأنت بتتكلم في 2012 يعني معناها أنت بتتكلم على أكتر من نص قرن بالضرورة ونص قرن حاشد بالمتغيرات فجيل بابا تودروس ما عملش تعديل إنما جامع المهتمين والمهمومين والمتخصصين وسألهم وكانت اللايحة جديدة هي النتاج هذا السؤال اللي غطت أكتر من 80% من مطالب الكنيسة والشرع القبطي وطبعا ما فيش حاجة بتحصل تفراد في التغيير التغيير بياخد وقت الغاية لما الثقافة نفسها تتقدم ونقدر نغير على أسس موضوعية بنوحي هذه الذكرى ذكرى رحيل شخصية يعني أعتقد أنها لن تنسى شخصية حفرت بأسامية يعني بأيديها مكانها في التاريخ مش بس تاريخ القبطي هيدي الفكرة يعني هو ده عظمة البابا شكو ده إنه هو ما كانش مرتبط بس بما يمثله وما من يمثلهم لكنه كان مصري كان مرتبط بمصر كلها ويمكن كمان العالم زي ما قلت وعالم العرب صحيح هو ده الدور الإبطي هو ده الدور المسيحي هو ده الدور المصري لكل من يكون في موقع يؤثر على الناس كاتب المفاكر كمال زاخر ومشاهدينا كنا معاكم النهارده على مدار ساعتين حاولنا نناقش معاكم كل المواضيع اللي بتهمكم بكرا إن شاء الله فريق عمل جديد ونهاركم إن شاء الله حاكم سعيد